اهلا ومرحب بكم احبائي في برنامجنا اللي فيه بنتناول المسيح في انجيل يحنى بعض الافكار الرئيسية من هذا الانجيل المبارك عن من هو المسيح وعمل فداءه وايضا مجد تعليمه ومعجزاته له كل المجد نهاردة في اصحاح تمانية وصلنا لجزئية فيها بيعلن الرب وبيصرح بكل قوة وجهارة واضاحة انه انا هو نور العالم هنشوف بعد لحظات يعني ايه الكلام ده وصلنا في اصحاح تمانية وبالتحديد في اية اتناشر قال عبارة الرب قال فيها رب المجد يسوع بيتكلم عن نفسه بصورة مجازية طبعا ويصف نفسه بانه نور العالم في اية اتناشر انا هو نور العالم ودي تاني مرة يقدم نفسه الرب بهذه الصورة في اصحاح ستة بتتذكره نوه عنها قال بكل صراحة كمان انه هو نور العالم وهنا مرة تانية وهنا بيلمح الرب عن نبوات ونصوص بتتكلم عن الرب الاله انه نور العالم مثلا في خروج اصحاح اتناشر بتتذكره وخروج اربعتاشر كمان وطبعا مزمور سبع وعشرين اللي فيه قال داود الرب نوري وخلاصي وطبعا كان بيشير العهد القديم الى العصر اللي اللي هيجي فيه المسيح المسيح الله الظهر في الجسد ويكون هو فعلا بالحقيقة نور لشعبه زي اشعياء ستين اللي تحقق مثلا في رؤية واحد وعشرين والشيء الملفت هنا ان يسوع المسيح له كل المجد مش بس بيقدم نفسه على انه النور الحقيقي وانه المسيح المسيح المنتظر لكن كمان بيطلب التبعية ليه مهم جدا الكلام ده وكان دايما لما بيتكلم المسيح عن التبعية كان بيتوقع اتباع مطلق غير مجزأ مثلا في متة 18 وعشرة 38 وبالضبط ما بيتبع الجندي القائد بتاعه عايزنا الرب نتبعه كقائدنا العسكري تبعية مطلقة في طاعة مطلقة في الاعداد 13 و14 بدأ اليهود مقاومة المسيح وكالعادة يظل الرب هادئا ويرد عليهم بطريقة كده منطقية ومقدم لهم توضيحات بدلائل وبراهين بحسب الشريعة عشان يعني يقنعهم وبالرغم انه في الاصحاحات اللي سابقة على فكرة شفنا عدد كبير من الشهادات عن هوية المسيح كابن الله الازل الا انه هنا اكتفى بشهادة الآب له بالاضافة الى شهادته هو طبعا بحسب الشريعة انه بتطلب الشريعة في سفر التكنية صح 17 انه على فم يشاهدين يقوم كل امر في الجزئية اللي بعدها التالية من 21 ل30 ارجو ان حضرتكم تبقى تقرؤ في حنة 8 بيتكلم الرب عن النتيجة الحتمية لمن يرفض الايمان بالمسيح كابن الله المخلص وهي اكيد طبعا النتيجة دي هي الموت الروحي الابدي مفيش فصال فيها وللاسف تتمسك الناس ببرهم الزاتي وتعلقهم بالارضيات وعدم ايمانهم واستمرارهم في جهلهم بارادتهم على فكرة دي بالطريقة دي بتودى بهم للهلاك الحتمي مش بس طبعا اليهود لكن كل انسان النهاردة نفس الكلام بنطبق على اي انسان النهاردة بيرفض رسالة الانجيل بنشوف هنا كمان المفرقة في كلام الرب ما بين لهوته ومصدره من فوق اي من السماء ومصدرهم هم اللي حواليه من الارض انهم اولاد ابليس بطريقة يعني واضحة جدا فكلام ده طبعا ازعاجهم ولكن وحق وبيقوله the truth hurts وفعلا كان بيقول الحق لاحظتم معايا حبائي قالها الرب كذا مرة انا هو انا هو اما بالنسبة للعبارة او اللقب اللي قاله الرب الله ده اللقب اللي قاله الله لموسى على فكرة على جبل سينة بتتذكره في خروج اصحى ثلاثة اهيى الذي اهيى لما موسى سألوا اقول لهم مين اقول لهم اهيى الذي اهيى وهكذا بنشوف ان المسيح اشار عن نفسه بصفته اله العهد القديم هو نفسه يهوى الرب القدير وصرح مباشرة بقولهيته الكاملة ردا على سؤال اليهود اللي سألوه فيه في اية 25 عن هويته وعن مصدره اخيرا نتكلم المسيح عن عملية رفعه في عدد 28 وهي اشارة واضحة طبعا للصلب اللي كان على وشك انه يحصل بعد وقت بسيط وبرضو ما فهموش ولا ادركوا بل احتقروا واستمروا في عصيانهم وقسودهم وتحجير قلبهم بدل من انهم يزعنوا ويعبدوا ويزجدوا ليه ويكرموه على كل حال احبائي دي كانت المشيئة الالحية عشان كان لابد انه يموت المسيح له المجد وموته الكفاري بيتمن به عمل الفداء وغفران الخطايا بذبحته الكاملة فالعملو ده ما كانش مفاجئة ابدا لكن ده كان كله بعلم الله السابق ومشورته المحتومة لكن نشكر ربنا احبائي ان كترين من اليهود امنوا به امنوا بالمسيح بعد قيامته من الاموات زي ما بنعرف في سفر الاعمال وامنوا بصعوده للسماء ومتأكدين انه هو عن يمين الاب يشفع فيهم متأكدين انه هيجي تاني عشان يملك عليهم ويعنن ملكه وسلطان مجده وبره وهنشوف بعد كده انه فيه تفاصيل اكتر في اصحاح تمانية هنبقى نتعرض لها في الحلقات اللي جاية لكن دلوقتي بحب اودعكم لعناية الرب ربنا يبرككم ويحفظكم وكونوا معافين وانشوفكم الحلقة اللي جاية